قامت مديرية التربية اللاذقية بتعقيم عدد من المدارس والعمل على تأمين بيئة نظيفة داخل الشعب الصفية والمرافق العامة ودورات المياه والكشف عن خزانات مياه الشرب وتنظيفها وتعقيمها بشكل جيد تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طبعا هذه الإجراءات التي تقوم بها مدارس اللاذقية كلها تبدأ أولا من تعقيم الخزانات بأقراص الكلور ثانيا العمل على تعقيم وتنظيف حمامات الطلاب والتلاميذ العمل على تعقيم وتنظيف الغرف الصفية والممرات وكافة أقسام المدرسة إضافة إلى تزويد هذه المدارس بكافة مواد التعقيم والتنظيف تم تعقيم الخزانات بداية الغرف الصفية حتى المقاعد حتى الأبواب الحمامات بشكل دقيق حتى بمتابعة الصحة المدرسية طبعا نحن بين أيدينا أمانة طبعا هو بيتنا مع أنه مدرستنا بس قمنا بكتير عمل مبارح بين تنطيفات وتعقيم قمنا بتنظيف وتعقيم خزانات المياه والغرف الصفية والإدارية لحماية التلاميذ من فيروس الكورونا يذكر أن وزارة التربية قد كثفت الإجراءات مع استنفار كل الكوادر العاملة ضمن الدوائر الصحية المدرسية للإشراف بشكل مباشر على تطبيق الإجراءات للسلامة العامة وللحفاظ على بيئة نظيفة